عم بتكون متوازن عم بتكون يمكن فيه شغلات رح يسير في الحياة العاطفية أكتر إيش مبين عندي في الحياة العاطفية فيه شغلة ممكن تكون حلوة كنت تستناها خلال الشهر الماضي أو الفترة الماضية كنت تستنى إلك كمان عم كتير عم تستنى الحمل كانت عنده طاقة انتظار فضيعة كان يستنى شغلات كتير هلأ عم بشوف بوادر خير عم بشوف يعني فيه أشياء عم تسير من اللي أنت كنت حاببها عم بشوف عند الأزواج مشاكل يمكن تتعلق بطرف ثالث أو اللي هم الأهل أهل الزوج عم بتحاول أنك تسيطر على الزوج لكن أنا عم بشوف أنه الحبيب أو الزوج لأ عم يكون شوي مع الطرف الآخر ضدك ضدك أو عم بي مثلا عم بيجاك راك عم بيبعد شوي يقرب شوي فعم بشوفك بتربح على هدول الناس أو على هذا الطرف في الأسبوع الثاني مثلا ممكن عم بشوف طاقة اعتذار في شخص أو مجموعة من الأشخاص لا هو شخص واحد أكتر إشي على الأغلب ممكن يكون عم بيجي ورافع الراية مثلا أو عم بتكون الأمور معا مش زي ما بده هو فعم بيشوفك أنت على حق يعني وأكتر إشي مبين في هذا الكرت أنه أنت عم تربح مثلا شغلة أو عم تربح على شخص عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببية لك أرق في هذا الموضوع في هذا مبين فيه كمان عم بشوف محكمة أو أنت عم بتوقع على شي على ورق على عقد معين ممكن إلو علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية مش عارفة أكتر إشي مبين عندي أنه أنت راح توقف توقع على ورق وأنت راضي ومقتنع فيه طاقة هوائية كمان أنسيت أحكيها في بداية الفيديو إذن فيه عندنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالورق بأكتر من ورقتين هاي الثلاث ورقات أربع ورقات فيه كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام أو أنه فيه شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه عم بتحطه على مفترق طرق يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة يعني عم تكون أنت كتير خلص بدك الأمور تتغير مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في الشغل ممكن يكون في الزواج في العاطفة مبين عندي أنك رح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت إنه بتحس إنه خلص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك وكأنه مشروع أو مثلاً إلو علاقة بالأبداع يعني في عندك هواية مثلاً بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين عم بشوف فيه أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي مبين أنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين مكاتبهم عند مكتبك مثلاً إذا كان في الشغل وعم تمتهي هاي الأمور على خير مبين أنه فيه مصالحة لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل أنه فيه اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم أشخاص قدمين كمان شو عم نشوف بالورق عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار عم تتسرع فيه وتكون مثلاً مندفع في هذا القرار فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور لأنه عجلت الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة أنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة لا هذا شهر خاصةً أول أو أول أسبوعين حيكون فيه عندك اللي هو انتظار وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجةً عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابوا وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معا الحظ بشكل كبير لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه لأنه ما فيه يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع أو ما فيه أنتوا لحالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل في واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعمل بيلكية لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم عم بشوف في ما فيه اللي هو تغيير مكان لأ فيه في تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إلك فترة وهلأ عم بتحس إنه صار الوقت إذن بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حوليه أو ملل من شخص معين عم يستنى عم يستنى ما فيه شي عم يلوح بالأفق لذلك عم يتخذ قرارات كتيرة في هذا الشهر وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه عم تتعامل مع المال هاي الفترة بيعني بحذر شديد وكأنك على حافة الإفلاس بس أنا بطمنك أنه الأمور يعني المادية رح تكون تمامية يعني ما فيه مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير أو سيارة يمكن عم بتفكر أنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة عم تصمد فلوس أو عم تاخد قرض ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة شهر تموز رح يكون اللي هو يوليو رح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات اللي يتقربوا منك عم بتكون محبوب هاي الشهر خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة خلينا أنا خلط الورق في بعضه خلينا نشوف العاطفة نحاول نفصل فيها أكتر برج الحمل تعب كتير وأنا شاهدة على هذا الإشي يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب كانت الفترة الماضية حتى الشهر الماضي لما قرأنا التوقعات كمان كان فيه طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية يعني مية بالمية كان فيه كتير سلبيات في الفترة الماضية ورقتين مع بعض نزلوا رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي أن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل عم بتكون أكتر تفصيلية لأن الطاقات بتختلف من وقت للتاني عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل في شوية مشاكل بتلوح بالأفق وأغلبها أنت بتكون السبب فيها يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر بتحاول إنه تتحرر من وضع معين عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية إن كانت زواج أو أنت إنسان مرتبط عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون لكن فيه زي ما قلتلك فيه قبل طلعت معاي ورقة وهي الورقة التانية كمان إنه عم بيكون فيه أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك وهو جواته فيه فيه مخططات تانية فعم بشوف إنك كاشفه يعني بس فيه نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك إنت أو أهل هو ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخوه مثلا ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت وإنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل فيه علاقتكم بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله فيه وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم عم تكونوا مختلفين عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين عم تكونوا بعاد من فترة مثلا ولتقيتوا عم تحتفلوا بهذا الموضوع في خير جاي لك لبرج الحمل في خير جاي بالطريق عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيبي يعني قديم مش قديم شوي إلو فترة لا قديم كتير يعني اللي هو ممكن يكون الحبك الأول ما عم تفكر بالرجوع لإلو ولكن بشوفك كتير بتتذكره أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكره هاي الفترة لكن عم بشوف في ناس مغرضين يعني في ناس شررين في الموضوع شخصين ممكن يكونوا واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيون السود شعره أسود لكن أبيضاني في نوع من الشر داخل هذا الشخص تجاهك عم يطلع عليك من بعيد أنا طبعا عم بحكي إنه ذكر أو أنثى ما ما عم بحدد هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيتطلعوا من بعيد وكأنه في نوع من الغيرة أو التجسس في مراقبة إلك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل في ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك يمكن في موضوع العلاقة اللي أنت فيها ممكن يكون في حساد في ناس بدهم يبعدوا من مصلحتهم إنه يبعدوا بينك وبين الحبيب فتدير بالك من هذا الموضوع عم بشوف خاصة النساء خاصة النساء من برج الحمل عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها لكن قيمة معنوية كتير كبيرة عم تجيهم هدية أو ممكن يكون خبر لكن في غيوم في يعني الوضع مش ستيبل إنه مية بالمية في في تغييرات معينة حواليك عم تسير لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر اللي هو ما فيه قرارات كبيرة في موضوع العلاقة طبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين هذا عم بيكون للمرتبطين بالنسبة للشخص الأعزب عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة وكأنه حابب إنه يكون وحيد عم كمان عم بتعامل مع برج ناري يمكن إعجاب يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة لكن في 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 ورد يا جماعة في ورد بالموضوع فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو من برج الحمل الحبايبي اللي مضوطين كانوا بالفترة الماضية المنفصلين المنفصلين